بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة نتمنى اللي تشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غاية تكونوا ملاح رب يحفظكم وانجيكم يا رب اليوم غدين هضروا على القبولات او القبول او الانسان اللي غير مقبول دائما تكون غير محدود او انسان عنده لقاء مع شخص ما تحبوش ما تتبغيش ولكن بغيتي تزرع المحبة بينك وبينو في هدك الوقت اللي انت حاضر معاه في هدك الوقت بغيتي يكون عندك قبول بينك وبينو باش اما مقابلة عمل واما لقاء عرص واما لقاء مع الاسرة ولكن هدك الشخص ما تتفاهمش معاه او ما تتبغيش او انك تتكره لانه القلب على القلب هو تكره وانتي تتحسي به بانه ما تبغيك تقدري تديري هده الوقت لانها في اسماء وفيها ايات للمحبة والمودة يقدر ربي سبحانه وتعالى يزرع المحبة بينك وبينو لان القادر هو الله هو اللي غد يعطيك المحبة وغد يعطيك القبول بينك وبينو اذا كينين بعد الناس كينين بعد الناس تكونوا مع ناس ولكن ما تيكونش المحبة بينك وبينو من عند الله تيكون نفور بينك وبينو ماشي سحر او شي حاجة ولكن من عند الله الحاسة السادسة ديالك او الحاسة اللي عندك ما تيبغيش دك الشخص لانه اما تيكرهك واما تيغتابك واما تيكون اما تيكون انافقك اذا لك الحاسة ديالك ما تتقبلوش وما تيكونش واحد الحب بينك وبينو تا هو تيكون نافرك لانه عارفك بانك ما تتبغيش ولكن هاد القبول صالح الناس اللي بغي المحبة بين شخص معين او بين او بين عدو اذا الناس اللي بغي هاد هاد العطر او محبة بالعطر ضروري تقرأي عليها هاد العدد اللي قد نعطيكم باسم من اسماء الله الحسنى وايات ان شاء الله غتقرأهم على العطر العطر يكون مفتوح او غير مفتوح المهم الناس اللي عندهم عطر مفتوح غادي يحلوه ويقرأوا عليه الناس اللي عندهم عطر مسدود غادي يخدو يحيدو هادك هادك الفوقاني دي القنينة الريحة وغادي يقرأوا على القنينة من رأس ديالها الصغير ويبدأ يقرأوا وينفتو غادي يوصل ان شاء الله يوصل توصل القراءة الى قعر الباغفا اذا بحول الله وقوتي قبول رهيب يجلب الخطاب ويجلب محبة الناس ويجلب احتى عدو كي يبغيك اذا ان شاء الله هذا احطيتها على قبل بزبت الناس طلبوا ليه آيات وطلبوا وصفات ديالقبول غادي ناخدو عطر ديالنا العطر المقبول ديالنا العطر اللي تنبغي وتنحب غادي نقرأ عليه هاد القراءة وغادي نجمع فيه الناس اللي بغيت ان يكونوا معايا في القبول اما زوجي واما خطيبي واما شخص معين واما المدير اللي ما عنديش بنو بنو قبول او شخص معين انتي اللي عارفاه او انسان غادي تلاقى مع واحد الانسان ما تيبغيش ولكن بغي دووز هذيك المدة ديال اللي قاء بالخير وبالرباح وما يخلقش ساعو المشاكل غايد دير هاد العطر اذا توكلوا على الله ونديروا هاد الصغة الربانية لجلب محبة الناس او محبة شخص معين غادي ان شاء الله تكوني نقية وتكوني على وضو وغادي تستقبل قبلها تقدر البنت اللي عندها مريدة عند العادة غادي تقدر ديرها لان ما غادي تشتقر من المصحف الكريم غادي تكتب الآيات وغادي ان شاء الله تقرهم على طريق البرطاب اذا غادي من الأحسن تكوني نقية ولكن كين بعد النساء اللي تكون عندهم العادة وتتبغي تدير الوصفة وتقدر تديرها اذا بحول الله وقوته إلا كنتي موضي ومصلي في آخر وبركة ما كنتيش المرأة تكون ضيفة واللبس ديرها يكون قي وتاخد السبحة وغادي ان شاء الله تاخد دلعدد ديال اسم الودود ان شاء الله يا ودود يا ودود يا ودود من تكمل المياه غادي تدقول الأشخاص اللي بغايت يكونوا معها في هذا القبول إما شخص معين كما قلت لكم اللي سيبغيكم واللي ما سيبغيكم شتحطوه بالأسماء ديالهم ولكن اسم الودود تقرأوه 400 مرة على أساس أنكم غادي تجلبوا المودة بينكم وبين الناس إذن من توصلي الميات مرة غادي تقولي الدعاء اللهم جعلني اللهم جعلني باسم الودود أن أكون محبوبة بيني وبين الناس ودخري الأسماء الدعاء اللي بغيتي باسم الودود يا ودود ودني مع جميع الناس أو أي دعاء في القلب ديالك غادي تقولي وتجمعي الأشخاص اللي بغيتي أما الآيات غادي تقرأيها سبع مرات على هذه القنينة هذه القنينة هتكملي قراءة ديالك هي الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني يا فلان والد فلان وألقيت عليك محبة مني يا فلان بنت فلان وألقيت عليك محبة مني والذكر الأسماء والذكر الأسماء ديالهم على نية المحبة والمودة أنك الذكر الأسماء وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني غد الدكرها بعدد سبع مرات أو حداش أو تسعة أو خمسة بالفرد قد ما ضعفت العدد غيكون إيجابي أكتر إذن غد الدكر ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به يمشي به في الناس ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس من أخطر الآيات لجلب المحبة مع عامة الناس أذكري عامة الناس أولد آدم أولد حوى وألقيت عليك محبة مني مع جميع الناس نساء ورجال أو مع شخص معين أو إنسان لديه شخص معين تكره وغير يطلق معه وخاصه يطلق معه مجبر إما في العائلة وإما في العمل وإما أنك خدام معها أو عامل معها مجبور أنك تتكلمين معها لابد أنك توافق معها ولو في العمل فقط إذن غدري هد الباغفاء على حسب الود والمحبة الوقت لتبغي تسلمي رشيدك رشي الصدر ديالك وراء الأدن ديالك وراء الرقبة ديالك شيء قليل إذن رشيدك لو بغيت تسلمي على الناس اللي بغيتهم يحبوك ضروري أنك تخدمي اليد ديالك اليومنا أو اليسرى لتتسلمي بليومنا ولكن تقدري ترشي يدك بجوج ولكن الناس اللي بغين أنه يكون محبة ويكون السلام فيه محبة غد يسلم ويعطر اليد دياله على نيات هذا الشخص المعين الشخص اللي بغيته يبغيني الشخص اللي بغيته يحبني الشخص اللي بغيت يكون وفاق بيني وبينه لأن المحبة يعطيها الله ولكن الآيات كلهم فيهم خير وبركة كلهم فيهم خير وبركة لأن الآيات كلهم للمحبة والمودة العيات تردية لي اللي غادي إن شاء الله نقرأ لي هذه الآيات ونقرأ لي اسم الودود من أعظم الأسماء لتزرع المحبة والمودة مع الأسرة مع الحبيب مع الشخص المعين مع اللي تتكرهي مع المدير اسم الودود دائما قرأوا على ماء قنينة الماء دائما تكون حدايا إلا كان عندي نفور مع الناس نقرأ على القنينة الماء اللي تتكون قرب السرير دي ونبقى نشرب نقرأ هذه الآيات ونقرأ اسم الودود باش يكون عندي محبة بيني وبين الناس إذن الناس اللي بغين المحبة يديروا هات الصياغ اللي تنحطه را كلهم رائعين وكلهم خارجين من القلب إذن غالي دائما ترشي اليد ديالك اللي غالتسلمي بها دائما ترشي على الصدر ديالك ثلاث رشات وراء الأدن ديالك ما بين الكتفين أو وراء العنق ترشي شيء قليل إذن هذا العطر الممتاز قبول مترتق لجلب الخطاب وجلب الحبيب وجلب ما تريدين ديرها إن شاء الله وغاد يكون عندكم محبة ومودة بين الناس إذن الناس اللي بغين القبول إحنا احطيناه خلوا لنا لايك دعموا القناة فعلوا الجرس أبنوا بحول الله وقوتي والسلام